ملفات عدة تشكل عثارة أمام المرحلة الانتقالية في ليبيا وصولا إلى الانتخابات المنشودة في ديسمبر المقبل على رأس هذه الملفات اختيار المناصب السيادية التي يستمر محطة سجال وانقسام بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة رغم التوصل سابقا في اجتماعات بوزنيقة إلى اتفاق بشأن توزيع هذه المناصب وتحاول المغرب من جديد إيجاد حل لهذه المعضلة الليبية وقد زارها كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى خالد مشري من دون عقد لقاء بينهما فهل تنجح جولة المحادثات في المغرب في حل معضلة المناصب السيادية في ليبيا؟ نناقش هذا الملف الليلة مع ضيفينا من بنغازي رئيس مجموعة العمل الوطني دكتور خالد الترجمان ومن طرابلوس المتحدثة السابق باسم المجلس الأعلى للدولة سنوس إسماعيل أهلا بكم ما معنا دائما في غرفة الأخبار دكتور خالد رح أبدأ معك من حيث بدأت هذه المقدمة أين تكمن هذه المشكلة؟ كنا اعتقدنا أن الأطراف اجتمعوا في بوزنيقة واتفقوا على هذه المناصب وتوزيعها أين تكمن المشكلة الأساسية اليوم؟ هل المشكلة في معايير وشروط تولي رؤساء المناصب السيادية أم المشكلة في مكان آخر؟ أهلا بك سيدة شريان ومرحبا بضيفك الكريم كذلك مشاهديك الكرام على كل حال يبدو أن المغرب تحاول جاهدة أن تصل بسيدين المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة لمحاولة إيجاد سيغ التفاهم خاصة بعد إصرار المجلس الأعلى للدولة على رفض بعض المناصب أو الأسماء التي رشحت للمناصب وحسب ما سرب إلينا وما وصلنا أن الإشكالات تقع في منصب محافظ مصر بليبيا المركزي ورئيس المفوضية العليا للانتخابات بالإضافة إلى المسؤولين على الملف الاستثمارات الخارجية هذه المناصب الثلاث هي أساس الإشكال الحقيقي ما بين الطرفين لأن الأسماء التي حيلت من مجلس النواب إلى المجلس الأعلى للدولة لم يرضى عنها المجلس الأعلى للدولة ويريد طرح أسماء بديلة لهذه الأسماء ذلك يبدو أنه كما يراه السيد المستشار عقيلة صالح لا يصب في أيطار الاتفاق لجنة 13 مقابل 13 التي وضعت المعايير وكذلك وضعت أساس الترشح وكيفية تقديم هذه الأسماء وأن مجلس النواب مختص بفرز كافة الملفات التي تعرض لهذه المناصب ثم إحالة المرشحين لهذه المناصب لكل منصب ثلاثة أسماء إحالتها لمجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي كمشورة ولكن يبدو أن لمجلس الأعلى للدولة له رأي في هذه الأسماء ولا هو رأي كذلك ربما يتعلق بالسيد عماد السائح بشكل أساسي باعتباره شخصية غير مرغوبة في أن يكون هو على رأس المفوضية العليا للانتخابات يبدو لأن لديه تصريحات قوية تصريحات نارية في السابق وحاليا ربما طالت حتى المجلس الأعلى للدولة وطالت كثير من الشخص وكثير من التنظيمات والمسلحين وقال أن لا سيد السراج ولا كذلك إدبيبة ولا المجلس الأعلى للدولة ولا غيره ولا مجلس النواب قد قدم للمفوضية أي دعم مالي حتى بعد الهجوم على المفوضية وتدميرها لم يجد من يسانده سوى الاتحاد الأوروبي والاستفارة الأمريكية غير ذلك لم يتقدم أحد لمساعدة المفوضية العليا للانتخابات هذا الأمر ربما له علاقة كذلك بقانون الانتخابات الذي يفترض أن يصدر عن مجلس النواب يبدو أن المجلس الأعلى للدولة رأي كذلك في هذه المسألة وفي مسألة الانتخابات سأعود لأسألك كيف يمكن لهذه الخلافات لربما المتعلقة بالمناصب السيادية أن تؤثر على استحققات ينتظرها الداخل ليبي بشكل أو بآخر أساس نوس إسماعيل أهلا بك معنا أيضا إلى هذا الحوار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وأيضا رئيس المجلس الأعلى خالد المشري زراء المغرب والمحاولة كانت مرة جديدة من قبل المغرب لإيجاد صيغة توفقية بين الجانبين ما المطلوب هذه المرة من جانبكم لتحقيق هذه الصيغة التوافقية اليوم أتحيي لك سيدتي وليس سيد ترجمان ولكل السادة المشاهدين وفي الواقع أعتقد بأن هذه الزيارة هي مغربية أكثر منها الليبية لأن المغرب دعيت إلى ملتقى أو أقصد مؤتمر برلين الثاني إن صح التعبير الذي سينعقد الاثنين القادم يوم الثالث والعشرين أو يوم الثالث والعشرين أعتقد من في هذا الشهر ولذلك أعتقد بأن هذا المؤتمر حينما ينعقد يعني يجب أن يكون للمغرب أجندة يعني على الأقل ما الذي ستقدمه أو تضيفه إلى هذا المؤتمر الذي انعقد في البداية بدون المملكة المغربية رغم دورها طبعا الأساسي في موضوع اتفاق الصخيرات وفي التقريب بين وجهات النظر وكذلك في موضوع اتفاق بوزنية هنا تشكك بأجندات لربما مختلفة أو بعيدة بعض الشيء عن جوهر الخلاف الداخلي يعني اليوم في لقاء لم يتم يعني عندما نقول أنه رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى كان في المغرب ولم يلتقي وسأعود أيضا لأبرز ما قيل في هذا الإطار أنا أسأل اليوم عن هذه المشكلة التي تجعل اتفاق سابق لم يحقق أو لم يتم هو شوفي سيدتي اتفاق بوزنيجا هو بدأ يعني بدأ استقبال الأسماء المرشحة وتم إحالة الأسماء المرشحة من قبل مجلس النواب إلى مجلس الدولة ومجلس الدولة ينظر فيها حاليا يعني أعتقد بأن هذه ليست المشكلة الأساسية المشكلة في عدم لقاء السيد عقيلة والسيد مشري هو الخوف من هذه النقطة أن يتم تثار ضجة سياسية في ليبيا وهي بدأت تثار على كل حال بأن هناك صفقة ما بين كل من الرجلين يعني العقيلة والمشري لذلك هما لم يفضلوا ربما أن لا يجتمعوا مع أن هناك اتفاق حول ذلك لا أعتقد أن هناك إشكالية في تنفيذ الاتفاق هناك ربما تجاوز بسيط في موضوع استقبال بعض الملفات لمناصب مختصة بها مجلس الدولة هذا اعترض علي مجلس الدولة وتم تصحيح الوضع في اعتقادي لذلك هي المسألة للمناصب السياسية مرتبطة بموضوع الميزانية التي تنتدرها الحكومة إلى حد الآن ولم يتم اعتمادها في مجلس النواب وأيضا مرتبطة بمسألة القاعدة الدستورية التي ستقام على الانتخابات القادمة وهذه طبعا مسائل كلها أعتقد بأنه تم نقاشها مع المغرب كمحاولة من المنمك المغربية ربما لتقريب وجهة النظر حول هتين المسألتين مسألة القاعدة الدستورية ومسألة الميزانية ربما يكون هناك داخل مجلس النواب بإرادة من عقيلة صالح ربط بين الميزانية وبين المؤسس السيادية وهذا طبعا عطل الحكومة عن العمل في البلاد وفيها اشكالية كبيرة ولم يتم التقدم في موضوع القاعدة الدستورية هذه مشكلة طبعا أعتقد بأنها ممكن أن يكون هناك محاولة من المملكة المغربية لحل حلة هذه الخلافات بين مجلس النواب الدولة سأعود إلى مسألة القاعدة الدستورية إن سمح لنا الوقت خلال هذا الحوار بالعودة دكتور خالد إلى مقاله رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح هو أكد أن ملف المناصب السيادية حسمة سابقا في اجتماعات بوزنيقة وأكدت أيضا لجنتان من مجلسي النواب والدولة تكليف لجنة تحت إشراف أممي لاختيار المناصب السيادية ويضيف في هذا الإطار نحن ملتزمون بمخرجات برلين وصخرات فيما الطرف الآخر لم يلتزم بما اتفق عليه دكتور خالد هذا الكلام يعني لربما لا يتطابق مع ما قالوا الآن أستاذ نوس إسماعيل بأنه لا مشكل بين الجانبين وبأنه لربما اللقاء لم يتم حتى لا يقال أنه هناك صفقة بين الرجلين أول شيء لأي أسباب يتعثر لقاء صالح المشري وهل اليوم اختيار المناصب السيادية من قبل هذه اللجنة الدولية يحل هذه العقدة؟ أولا بالنسبة لهذا اللقاء يبدو أن الاثنين اتفق على اللقاء فعليا في المغرب وسفر سيد المستشار من الأبرق إلى المغرب لهذا الغرض ولكن ما الذي حدث وجعل سيد المستشار عقيلة صارح يدلي بهذا البيان الذي يقول فيه بأن مسألة المناصب السيادية قد حسمت من خلال اللجنة التي اشرفت عليها البعثة الأممية وهي اللجنة 13 مقابل 13 والتي وضعت معايير وأسس تولي هذه المناصب ورغم أنها تدخلت في المناصب القضائية ولكن بعد ذلك فوصل هذا المنصبان وتم ترشيح وتعيين النائب العام وكذلك رئيس المحكمة العليا واقعيا هناك صراع بشأن مناصب محددة وذكرت هذه المناصب هو محافظ مصرف ليبا المركزي مفوضية العليا الانتخابات بالإضافة إلى الاستثمارات الخارجية هذه محل خلاف أساسي والمجلس الأعلى للدولة لديها أسماء يريدها في هذه المناصب لدي إصرار غريب لعزل رئيس المفوضية العليا انتخابات عماد الصيح نسبة إلى تصريحاته كما ذكرت تصريحاته السابقة ضد الكاتيرين بأنهم لا يساعدون للدهاب إلى الاستحقاقات الانتخابية بالإضافة إلى أن مسألة الميزانية أنا أعتقد أن هذه المسألة تهم كل الليبيين خاصة في طرح ميزانية كبيرة وعدم وضوح بنود صرفها وخاصة في مسائل تتعلق بالتنقلات ما بين بنود هذه الميزانية والحديث عن دعم المصرف المركزي في تونس بمليارات الدولارات هذا الأمر ولازالت الحكومة لا تنتلك هذه الميزانية لازالت لم تقرها الميزانية بالإضافة إلى توزيع كامل بنت ميزانية الطوارئ وتفصلت ووزعت بالكامل أربع مليارات دولار دينار ليبي ووزعت بالكامل وبالتالي أصلحت الميزانية هنا ما بين شد وجذب ما بين الكثيرين في مجلس النواب من يريد دعم هذه الميزانية ويقرارها ولهم مصالح في ذلك ومن يرى بأن هذه الميزانية هو نوع من النهب الممنهج لموارد الليبيين وأنه لا بد من إقرار فقط ميزانية المرتبات ثم بعد ذلك النظر في بقية البنود بندا بندا وأن يتم تحت إشراف لجنة اقتصادية ولجنة مالية يخصصها مجلس النواب أنا أعتقد ربما هذا جزء من ما دعا سيد رئيس مجلس النواب لعدم اللقاء مباشرة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة وفضل أن يدلي بهذا التصريح درءا لأي شبهات قد تطال مسألة ما يطرح الآن وما سمعنا هنا في شرق البلاد وفي جنوب البلاد وفي غرب البلاد من أنه ربما يحاول الرجلين الوصول إلى اتفاقات ووصول إلى إبرام اتفاق لتقسيم الكعكة في إطار مسألة جينيف ومسألة محاولة ألمانيا لعقد برلين 2 الذي لا نعرف كنها هو لا نعرف إلى أين سيقودنا هذا المؤتمر التاني لألمانيا سأعود لربما إلى تفاصيل هذه الصفقة اللي يتم الحديث عنها أو اللي أشار إليها الجانبين أستاذ نوسي والدكتور خالد لكن أستاذ نوسي قبل ما نتابع الحوار دعونا نعود إلى هذه المناصب السيادية التي لا تزال حتى الساعة غير محسومة وهي تشكل الخلاف الأساسي في العلن نتعرف عليها ونعود لمتابعة حوارنا اشتركوا في القناة المناصب مهمة ولتزال كثيرة جدا وينتظر أي يعقد البرلمان اللي بجلسة للمصادقة على هذه الشخصيات لإدارة أمور البلاد أستاذ نوسي إسماعيل ماذا خطورة اليوم أن يستغرق هذا الأمر وقتا طويلا وبانتظار ليبيا الكثير الكثير من الملفات العاجلة وعلى رأسها الاستحقاق الانتخابي وطبعا بدون شك الموضوع المناصب السيادية لا أعتقد أنه عاجل إلى هذه الدرجة العاجل هو القاعدة الدستورية التي يجب الاتفاق عليها قبل حلول الأول من يوليو لكي لا تدخل ليبيا في مرحلة أخرى من التدخل الدولي شاهدنا كيف أن التصريحات الدولية خاصا مثلا من كوبيتش وغيره يعني هناك تدخل حتى في تفاصيل هذه القاعدة الدستورية وبالتالي أعتقد بأن المسارعة في هذا الجانب هو الأهم أما موضوع المناصب السيادية أعتقد بأن المشكلة هي ليست في عملية أنك أنت تنتقي تقول نغير المناصب السيادية إلا المفاوضين على الانتخابات هذا طبعا خطأ كبير لا يجوز ذلك إما أن تتغير المناصب السيادية كلها مع بعضها دفعة واحدة وأي خمس مناصب واضحة أو أن يكون هناك تأجير لهذا الموضوع لينظر فيه البرلمان القادم يعني يتحمل تأجير أستاذ نوسي إعادة بناء المؤسسات الليبية أمر ضروري الآن إلى جانب أنا أوافق معك أن القاعدة الدستورية أمر أساسي لإجراء هذه الانتخابات لكن أيضا إعادة بناء مؤسسات الدولة أمر مهم جدا لمستقبل الليبيا الجديدة بالتأكيد بالتأكيد صحيح كلامك ولكن المشكلة أقول لك هي ليست في هذه المسألة من ناحية أنها شيء عاجل هو مهم لكنه ليس عاجل بقدر القاعدة الدستورية التي من المهم أن تكون جاهزة في الأول من يوليو لكي تستطيع مفيدة الانتخابات أن تنطلق في عملية طبعا هناك قانون الانتخابات وسجل الانتخابات وتوزيع الدواء الانتخابية هناك الكثير من العمل وهذا لا يمكن أن يتم خلال فترة وجيزة إذا حصل وقت ضيق تأتي القاعدة الدستورية في وقت وجيز قبل الانتخابات القادمة لها في الـ 24 ديسمبر طبعا سيدتي هناك مسائل تتعلق مثلا بأننا يمكن بعض المشاكل أن ترحل إلى الحكومة القادمة أو إلى البرلمان القادم وهذه من الأمور التي تناقش داخل ليبيا يعني من يقول لك مثلا أنه كيف تغير اسمها لهذا السيد عماد السايح عماد السايح يعني تغييره إذا تم تغييره لن يغير وحده سيغير ضمن مسألة التفعيل مادة 15 والمنصب السيادية وإلا سيبقى مثله مثل الآخرين إلى حين الانتخابات القادمة لذلك أعتقد بأن بأن الإصرار من عقيلة صالح على تغيير محافظ مصر في بيبيا المركزي والإبقاء على على اسمه على هذا مثل يعني مثل يعني الانتقاء يعني أنك أنت تتفق اتفاق ثم تحاول الانتقاء هذا غير صحيح إما أنت تغيير منصب كلها مع بعضها أو تبقى إلى أو ترحل هذه المشكلة إلى البرلمان القادم وإلى الرئيس القادم المنتخب لكي ينظر في هذا الموضوع العاجل والمهمة الآن على مجلسي نواب الدولة أنهما يعني يسارعا بالتوافق حول قاعدة السورية تقام على الانتخابات القادمة لكي يكون هناك وقت لتجهيز قانون الانتخابات وزيما ذكرت لك فتح السجل الانتخابي وأيضا توزيع الدواءة الانتخابية وأيضا البدء في موضوع التفكير يعني أقصد في خطة أمنية كاملة لصندوق الانتخابات وأيضا موضوع الرقابة الدولية سأعود لأسألك سيد سنوسي عن المعرقلين وإن كان نفسهم يعني ما يعرقلوا أكثر من مسار في الداخل الليبي لكن دكتور خالد استمعت إلى سيد سنوسي يقول أنه بعض المشاكل يمكن أن ترحل ومن ضمنها المناصب السيادية ألا يمكن لهذا الصراع على هذه المناصب أن يعرقل خلينا نقول أي حل ليبي مرتقب يعني أليه يكون له أثر على مسار الحل الليبي ترى ما الذي لا يكون له أثر على المسار الحل الليبي هل هو قررت لجنة خمسة مقابل خمسة التي لم يتم العمل بها ولم يتم تنفيذها على الإطلاق فتح الطريق الساحلي بين بنغازي وطرابلس فتح الطريق الجنوبي ما بين طرابلس وسبها رحيل القوات الأجنبية كافة والمرتزقة تفكيك الميليشيات وجمع السلاح هذه الأشياء الأساسية التي لا بد من العمل عليها ليس المسألة في القاعدة الدستورية فقط القاعدة الدستورية جلست للجنة القانونية للجنة الحوار يوميا في تونس وتم إقرار هذه القاعدة من خلال إشراف الأمم المتحدة ووحيدة من الأمم المتحدة إلى مجلس النواب أكمل أكمل دكتور خالد لا وقاطع لا لا أستاذ نوسي استمعنا إلى وجهة نظركك بالكامل ونحاول عودة إليك مرة جديدة لو وصلنا إلى قرار تمت معناها المشكلة هذا ما تم إقراره داخل لجنة القانونية وهذا ما صرح بي عضاء اللجنة القانونية قالوا بأننا نحن أقرين قاعدة وعلى الآخرين على أولئك الذين من حقهم تتبيتها ومن حقهم إقرارها كقانون أن يروا في إقرارنا لهذا الأمر المسألة ليست اقتراحات هذه لجنة مختصة بوضع أسس وأطر للقاعدة القانونية وقامت عملية وضعت فيها خلافات يا أستاذ سنوسي يا خلافات أستاذ سنوسي وحالة أي خلافات يستنع لدكتر خالد يعني الوقت ينتهي خلينا نستفيد من الوقت المتبقي سأعود إليك ينتهي بهذا التقاطع الذي لا معنى له هذا لا معنى له هذا وضع أستاذ الدولي هذه حالتها حالتها حالة مجلس النواب إلى حالة الأمم المتحدة لمجلس النواب وعلى مجلس النواب أن يتعامل معها بعيدا عن مجلس الأعلى للدولة لأن هكذا هو الاتفاق في جنيف وهكذا هي خارطة الطريق هذه من جانب من جانب آخر الأكثر أهمية هو هذه الميليشيات والسلاح والمرتزقة هل هؤلاء سيكونون في نفس مستوى القاعدة القانونية لو فعلنا ذلك اقترحنا القاعدة القانونية ووزعنا المناصب السيادية كيف سنحل هذه المشكلة أم سيحلها برلين يوم 23-23 أو سيحلها اجتماع تونس في 16-17 الجاري حول المرتزقة والقوات الأجنبية ما الذي سيحل هذه الإشكالات الذي سيحل هذه الإشكالات الالتزام التام بخارطة الطريق التي تنص على رحيل القوات الأجنبية وتفكيك الميليشيات وجمع السلاح حتى نستطيع أن نذهب بأمن وأمان للاستخاقات في 24-12-2021 بطبيعة الحال لن نرى 24-12-2021 نعم دكتور خالد عدم التوافق يصب في مصلحة هذه الأجندات الخارجية لتبحث عن فوضى في الداخل الليبي أستاذ نوسي دقيقة واحدة متبقية لنا هل اليوم هناك إرادة حقيقية من قبل الأطراف الليبية لمواجهة هذه المخططات هي شوفي سيدتي يعني المشاكل التي طرحها السيدة ترجمان هي صحيحة واقعية موجودة ميليشيات في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب وجيش منقسم لا قيادة لهم وحدة ومشاكل لما قلنا ترحيلها ليس بمعنى أن يعني هو لا يمكن حلها من هنا إلى كم شهر لذلك عندما يكون هناك رئيس منتخب من الشعب مباشرة يستطيع أن يتعامل مع هذه المسائل بأكثر قوة وأكثر يعني ربما فاعلية ولكن طبعا المسألة أن نقول بأنها يجب أن تحل قبل الانتخابات فأعتقد بأن هذه نوع من عرقلة الانتخابات يجب أن تقام الانتخابات في موعدها وأن يكون هناك خطة أمنية يعني مرينة تتناسب مع الواقع الموجود مع فرض رقابة دولية لكي لا يكون هناك تزوير أو عدم اعتراب بالانتخابات فيما بعد بتهم تزوير أو الأخير هذه المسائل مهمة جدا وكذلك موضوع القاعدة الدستورية الذي ذكره سيد ترجمان هو اللجنة القانونية قدمت مقترح ولكنه في خلافات نفس المقترح هناك نقاط تم ذكرها لم يتم الاتفاق عليها وضح يعني تم إحالتها إلى ملتقى الحوار السياسي ومجلسين ومجلسين يعني للأسف أستاذ نوسي وصلت فكرتك انتهى وقت هذا اللقاء شكرا على المشاركة المتحدة السابق باسم المجلس الأعلى للدولة والشكر موصول لضيفنا من بنغازي رئيس نجموعة العمل الوطني الدكتور خالب ترجمة شكرا